الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أهلاً وسهلاً بحضرتكم في المجلس الأخير إن شاء الله من شرح الأربعين النوؤية إحنا وقفنا في المرة الفائتة على الحديث العشرون صحي كده وقفنا على الحديث العشرين من الحديث النوؤية طيب قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت إذا لم تستح فاصنع ما شئت يعني إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام أن هناك أمراً جاء إلى الناس مما اتفق عليه الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا أمر مش خاص بالإسلام فقط هذا أمر مش خاص بسيدنا النبي فقط إن ماذا أمر جاي من مين؟ من الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا من الأخلاق التي حث عليها الأنبياء وعليهم السلام ولم ينسخ يعني الحياء موجود في كل دين في كل رسالة كل نبي من الأنبياء كل رسول من الرسل كان يدعو إلى الحياء إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت الحياء من أخلاق الإيمان بل من أجل أخلاق الإيمان التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان إذا لم تستح فاصنع ما شئت قيل بأن هذا الأمر محمول على التهديد تمام؟ اصنع ما شئت هذا أمر هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يخيرنا يرشدنا إلى فعل أي شيء إذا لم نستحي ولا هذا محمول على التهديد يحمل على التهديد كما يقول الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم هل الإنسان يعمل ما يشاء؟ سواء خير أو شر أو كذا لا الإنسان يعمل الخير ولا يفعل الشر فهذا أمر يحمل أيضا على التهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بعض الناس يستدلون بهذه الآية مثلا على حرية العقيدة وعلى الاختيار في العقيدة أن يكفر الإنسان أو لا يكفر هذا استدلال خاطئ تمام؟ استدلال خطأ لا يجوز إنما ممكن من الأدلة على حرية العقيدة قوله تعالى لا إكراها في الدين هذه من الأدلة التي نستدل بها على حرية العقيدة كل واحد يختار ما يشاء لا إكراها في الدين لا نكره الناس على دين الله سبحانه وتعالى لكن هذه الآية لا ينبغي أن نقول بأن نستدل بهذه الآية على حرية العقيدة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هنا أمر لأن المضارع المقرون باللام يدل على الأمر فليؤمن فليكفر فهنا بعض الناس يقولون الله خير بين الكفر وبين الإيمان بهذه الآية نقول هذا استدلال خطأ لا يجوز إنما الأمر هنا يحمل على التهديد وليس التخير الله سبحانه وتعالى يهدد هنا من يكفر ما الذي جعلنا نحمل الأمر هنا على التهديد وليس التخير ختام الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بعد ذلك إن أعتدنا للظالمين نارا أحط بهم السرادق فالله في ختام الآية يتوعد من يختار الكفر ثم إن الاختيار دليل على الرضا عندما يقول لك افعل هذا أو هذا أنا راضي بالأمرين فأنت تختار فلو أن الله يخير بين الكفر وبين الإيمان لكان سبحانه وتعالى راضيا بالكفر هذا لا يجوز إذن لماذا يحاسب الناس على الكفر إذن الله لا يرضى بالكفر وهذه الآية لا تحمل على الاختيار أو التخير إنما تحمل على التهديد الأمر يا مشايخنا الأكارم الأمر يحمل على أكثر من عشرين معنى من ضمن هذه المعاني التهديد اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى آخر هذا الكلام يعني في علم أصول الفقه نذهب في علم الأصول نتعرف على دلالات الأمر ومعاني الأمر كثيرة جدا الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمر وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم قال له أنا عايزك تقول لي على كلمة في الإسلام أو جملة في الإسلام مسألش حد ثاني بعدك عنها قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم الاستقامة معناها ملازمة الأوامر والنواهي أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن توحد الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك تستقيم بمعنى أنك تلتزم بفعل الأوامر وباكتناب النواهي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إذن الإيمان لابد أن يتبعه استقامة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دائما ما يأتي العمل الصالح بعد الإيمان لا تقل أنا مؤمن أنا مسلم أنا كذا أنا كذا وأنت لا تفعل الأعمال الصالحة قل آمنت بالله ثم استقم واستقامتك وعملك ثمرة إيمانك ودليل على صحة إيمانك الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم وفي قول آخر أو في رواية أخرى أفلح وأبيه إن صدق يعني لو التزم الإنسان بالفرائض المفروض عليه وقام بها كما ينبغي يعني صلى صلاة الفرائض كما ينبغي صام كما ينبغي زك كما ينبغي أحل الحلال أحرم الحرام هذا يكفيه بس لو أفلح يعني لو صدق في هذا الأمر وعمل على الجانب الصحيح قال وأحللت الحرام وأحللت الحلال يعني اعتقدت أن هذا الأمر حلال ففعلته لحله وحرمت الحرام يعني اعتقدت أن هذا الأمر حرام ولم أفعله معرفة الحلال والحرام مهم جدا قبل العمل إن أنا أعرف أن هذا حلال أعمله أو حرام ما أعملوش وهذا يتطلب العلم وعدم المجازفة يعني لا تجازف في فعل الحلال والحرام إنما تتأكد أن هذا الفعل قبل أن تقدم عليه تكون عارف كويس أنه حلال أو أن هذا الفعل حرام عشان تكتنبه طب لو في أمر مشتبه بينهم كما قلنا وبينهما أمور مشتبهات يبقى لا أمر مشتبه يعني لم أعرف هل هو من الحلال أو من الحرام بقدر إن كان أتجنبه أحسن فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الأمر الآخر لا تجازف بالحكم قبل أن تعرف تجازف يعني لا تتسرع في قول أن هذا حلال أو حرام دون معرفة هذه إشكالية الآن يقع فيها كثير من الناس يتجرؤون على أحكام الله سبحانه وتعالى هذا حلال هذا حرام هذا كفر هذا فسق هذه بدعة كلام جزافي تمام كلام عاطفي الأحكام الشرعية لا تبنى على العواطف إنما الأحكام الشرعية تبنى على أدلة تبنى على استنباط ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فما تجازفش بالحكم على حاجة حلال أو حرام إلا بعد أن تتأكد في أمر بالنسبة لك مش واضح قل الله أعلم من قال الله أعلم فقد أفتأ يعني ما الذي يضيرك لو قلت أن أنا مش عارف الله أعلم فمعرفة الحلال مهمة ومعرفة الحرام مهمة ومن ثم يبدأ التطبيق الصحيح لكنك تطبق دون علم أو دون فهم هتطبق غلط الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها طيب الطهور بضم الطاء الطهور ماشي الطهور شطر الإيمان كما عندنا مثلا الوضوء والوضوء السحور والسحور الفطور والفطور إيه الفرق بينهم؟ ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء بالضم هو الفعل نفسه أنا بتوضى هذا هو الوضوء ماشي لكن الوضوء بالفتح الماء الذي أتوضأ به الآلة التي أستخدمها في الوضوء السحور عملية الأكل نفسها لكن السحور هو إيه؟ هو الأكل نفسه الفول والطعمية متى بتاكله هو ده اسمه إيه؟ السحور الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان قيل المراد بالطهور هنا هو تطهير القلب من الأمراض الباطنية الغل والحقد والحسد وكل هذه الأمور الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان والنصف الثاني الشهدتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يترتب عليهم من أمور وقيل أن الطهور هنا شطر الإيمان المراد بالإيمان هنا الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم والطهارة شرط لصحة الصلاة ماشي؟ لكن خلينا نأخذ المعنى الأعم والأوسع أن المراد بالطهارة هي الطهارة الظاهرة والباطنة مش مجرد عملية غسل الأعضاء وفقط وإن أنا أتوضى كويس إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وكان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يركزون ويهتمون بطهارة الباطن أكثر من طهارة الظاهر على عكسنا الآن نحن نهتم بالطهارة الظاهرة والتنميق والنظافة وكذا لكن القلوب ما زالت كما هي سودة لا الصحابة لم يكن عندهم هذا منما كان جل اهتمامهم أو كل اهتمامهم بطهارة الباطن أما الظاهر فهذا أمر آخر لذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير في أمر كبير أنما أمر بسيط بالنسبة إليكم أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله فهنا الطهارة من النجاسات أمر مهم جدا في الصلاة لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة الطهارة الظاهرة لا تحمل لا تدخل الصلاة وأن تحامل للنجاسة فقال العلماء إن الطهارة الحقيقية هي الطهارة الملابس الداخلية وليس الظاهرية تمام لأن الملابس الداخلية قد يكون فيها قطعة بول قطعة نجاسة قطعة كذا وأنت لا تدري فتدخل الصلاة وأن تحمل لنجاسة فصلاتك باطلة فكما تهتم بالملابس الظاهرية أن تكون نظيفا ليس فيها أي شيء كذلك تهتم بالملابس الداخلية وهذا هو عين الطهارة لأن الصلاة لا تجوز إلا بالطهارة من النجاسة لو أنا الآن دخلت وهذه الثياب عليها بقع كثيرة جدا زيت وشحم وكذا وكل هذه الأمور يجوز لي أن أصلي فيها لأن هذه الأمور ليست نجسة إنما هي طاهرة من وجهة نظر الناس هذه أمور لا تليق هذه بقع وهذه عدم نظافة وكذا من وجهة نظر الناس لكن من وجهة نظر الشرع هذه ليست نجسة يجوز أن أصلي فيها لكن لو أني ألبس أفخم الثياب وأحسن الثياب وعليها نجاسة غير مرئية لا يجوز أن أصلي فيها صلاة باطلة فالطهارة المراد بها الطهارة الشرعية هناك في الصلاة المراد بالطهارة الطهارة الشرعية وليس الطهارة العرفية لما نفتح كده كتب الفقه ونتعلم بالفقه أول حاجة بتقبلنا هي كتاب الطهارة لا نتكلم عن الطهارة العرفية أبدا إنما نتكلم عن الطهارة الشرعية ويتطهارة من النجاسة أنك تدخل للصلاة ولا استحامل النجاسة لذلك قال الطهور شطر الإيمان قيل يعني نصف الصلاة لو أنت فعلت الصلاة على الوجه الصحيح لكنك حامل للنجاسة صلاة باطنة أو يحمل الأمر كما قلنا على المعنى العام الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة كما تركز على طهارة الظاهر كذلك تركز على طهارة الباطن قلنا قبل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنة باطن الإثم تمام سيدنا الشيخ البوطي رضي الله تعالى عنه له كتاب رائع اسم باطن الإثم تمام كتير من الناس بيركز على الأمور الظاهرة بس لكن هذا أمر ذا النصف فين النصف الثاني وذا النصف الثاني هو الأهم هو ما يقع عليه الحساب عند الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان أكثر من حمد الله سبحانه وتعالى وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض يبقى نتعلم من هذا الأمر أن نحن لازم يكون لنا أوراة ثابتة من ذكر الله سبحانه وتعالى يعني لا تقول الحمد لله كده كل ما تفتكر حاجة الحمد لله أو لما تعرض عليك نعمة أقول الحمد لله يكون لك ورد ثابت يومي يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب لي واستغفروه في اليوم سبعين مرة أو مئة مرة كما قال صلى الله عليه وسلم فيكون لك ورد ثابت من الاستغفار من الذكر من التسبيح من التهليل من الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله من أعظم العبادات اللي الإنسان ممكن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لكن في ذات الوقت هي عبادة مهجورة من أكثر العبادات التي هجرها المسلمون عبادة ذكر ربنا سبحانه وتعالى فين وفين لما واحد كده يفتكر يذكر ربنا لكن هل انت ليك مجلس ذكر يومي سواء مع جماعة أو بمفردك هل لك ورد ثابت يومي من الذكر هل لك ورد ثابت من الاستغفار سيدنا النبي على جلالة قدره كان بيعمل كده كان له ورد ثابت يومي بالإضافة إلى الذكر المعتاد في كل شيء كان إذا قام ذكر الله جلس ذكر الله لبس ذكر الله خرج من بيته ذكر الله دخل ذكر الله قيل كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه في كل الأحوال سيدنا النبي يذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب رائع للإمام النووي اسمه الأذكار رائع جدا هاتوه في حديث كثيرة تتناول الأذكار المتنوعة كل ما يخص الإنسان من أول ما تنام لحد ما تصحى وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور يعني ثوابها نور بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة هكذا قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان يعني دليل واضح على صحة إيمان صاحبه صاحبها سميت الصدقة صدقة ليه لأنها دليل على صدق إيماني وإخلاص صاحبها لأن هذا أمر صعب على المنافق المنافق صعب أنه يطلع فلوس تمام فارق بين الإنسان المسلم والمنافق المسلم صادق في صدقته يخرج الصدقة وما عندهش أي مشكلة عشان كده لما ربنا تكلم عن مصارف الزكاة تكلم عنها بلفظ الصدقة في صورة التوبة يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية هنا يتحدث عن الزكاة المفروضة نحن عندنا الزكاة المفروضة أو صدق التطوع تمام فهنا هذه الآية تتحدث عن الزكاة المفروضة لماذا عبر عن الزكاة بالصدقة في هذه الآية لماذا قال إنما الصدقات ولم يقول إنما الزكاوات قال لأن الزكاة تحتاج لصدق وإخلاص عند إخراجها فسماها إيه صدقة عندما تخرج زكاتك لابد أن تكون صادقا مخلصا لله سبحانه وتعالى فيها والصدقة برهان في حديث آخر والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين من أجل أعمال الإنسان الصدقة لماذا؟ لأن الصدقة فيها انتقال النفع للغير وعدم قصر النفع على النفس وهذا من أجل الأعمال اللي ممكن للإنسان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أحسن أعمال إلى ربنا إيه؟ الأعمال المتعدية مش القاصرة الأعمال القاصرة يعني قاصرة على النفس إننا بصلي بقرأ قرآن بذكر ربنا كويس لكن هناك أعمال يتعدى نفعها مني إلى غيري هذه من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا فأحب الأعمال إلى الله ما كان فيها إصال النفع إلى الغير والصبر ضياء الصبر المحمود الصبر الجميل فاصبر صبرا جميلا إيه الصبر الجميل الذي ليس فيه جزع قلبي هناك إنسان أحيانا إنسان يصبر صبر اضطرار صبر اضطرار يعني أنا صبر عشان ما أداميش غير كده ليس أمامي إلا الصبر لكن لو عندي قدرة على فعل شيء هفعله فده صبر إيه صبر مضطر لأنه عارفي إن ما فيش بيدي حاجة وهناك صبر يعني مرتبط برضا خلاص أنا أصبر لأن الله أراد هذا الأمر ولا أعلق قلبي بالأمر أصلا خلاص الأمر انتهى بالنسبة لي لكن أنا صبر عشان أنا صبر ومداي مستنى الفرصة عشان أنتقم أو عشان كده بعدا ما اسموش صبر واحد مثلا فقد نعمة من النعم أو حصلت له محنة أو شدة أو كده فمضطر إنه هو يصبر ما عندوش مخرج تاني ما عندوش حاجة تانية لأنه يصبر هذا لا يأخذه ثوابا ده ده مش صبر جميل ده صبر اضطرار صبر ضرورة لكن إنسان فقدت منه نعمة وقع في شدة ومحنة آه يتألم لها وكذا إلا أنه يصبر لأنه يعلم علم اليقين إن ده تقدير ربنا عليه خلاص ويطلب من الله الثواب الأجر يساب هذا هو الصبر المحمود سيدنا علي بن أبي طالب ذات مرة دخل على رجل يعني فقد ابنه فوجده جازعا قال يا هذا إن صبرت يعني الصبر المحمود نفذت فيك مقادير الله ولك الأجر وإن جزعت نفذت فيك مقادير الله وعليك الوزر يعني كده كده القضاء نافذ سواء صبرت ما صبرتش القضاء نافذ نافذ خلاص السهم خرج مش يرجع تاني لكن أنت ممكن تتعرض لمحنتين محنة المحنة اللي أنت فيها ومحنة عدم صبرك فبالتالي تحرم من الثواب يعني على الأقل ما تخسرش حاجة على الأقل كسب حاجة فمن صبر ورضي بما قدره الله سبحانه وتعالى يثيب على هذا الأمر تبقى اللي ما صبرش هل عدم صبرك ده هيغير من الواقع شيء مش هيغير الأمر برضه زي ما هو بل العكس ممكن يشتد فإن أول درجات رفع البلاء الرضا لما ينزل عليك البلاء أو تتحط في محنة أو كذا أول درجة من درجات رفع هذا البلاء الرضا به فورا خلاص تسلم لله سبحانه وتعالى لكن تكابر يشتد الأمر عليك الصبر عندنا إما صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى طاعة ربنا محتاجة صبر الصلاة محتاجة صبر الصوم محتاج صبر عدم أذية الناس محتاج صبر كل هذه الأمور محتاجة صبر دي صبر على طاعة الله وهناك صبر عن معصية الله سبحانه وتعالى إنه قدامك المعصية فأنت تصبر يعني الصبر بمعنى الحبس يا جماعة أنت تحبس نفسك عن فعل هذا الأمر والنوع الثالث هو الصبر على أقدار الله عز وجل والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك هذا القرآن الذي تقرأه إما أنه يكون لك أو عليك وذي نقطة مهمة جدا وسيد النبي بيحذرنا فيها من التلاعب بالقرآن الكريم وعدم تطبيق القرآن الكريم كما ينبغي ليس الغرض من القرآن هو الحفظ كثير من الناس يظن أن الغرض هو أننا نحفظ القرآن لا ليس هذا هو الغرض فحسب إنما الغرض من القرآن أن يفهم ويتدبر ويعمل به أفلا يتدبرون القرآن ليتدبروا آياته هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون منهج حياة صح؟ عشان نعيش به فإحنا بنقرأه ونفهمه ونتدبره وبعد كده نطبقه لكن كل انشغلنا دلوقتي وكل اهتمامنا بإيه؟ منصب على حفظ القرآن نحفظ القرآن طيب حفظت القرآن هل طبقته؟ هل عملت به؟ هل هو الغرض الأساسي من إنزاله الحفظ؟ لا إذن قال القرآن حجة لك أو عليك إنسان يحفظ القرآن الكريم ولا يفهمه ولا يعمل به ولا يطبقه سيكون القرآن حجة عليه وليس له كحال الخوارج الخوارج استحلوا الدماء والأموال والأعراض بالقرآن الكريم كانوا يعني من الحفظ الماهرين للقرآن الكريم إلا أنهم كانوا جاهلين به مش فهمينه وبالتالي طبقه غلط الحسن البصر يقول نزل القرآن ليتدبر وليعمل به ده الغرض الأساسي من إنزال القرآن لذلك كان مش كل الصحابة حفظين القرآن عدد قليل جدا جدا من الصحابة اللي كان حفظ القرآن الكريم كله قليل جدا جدا لكن الصحابة بيطبقوا فهمين فالحسن البصري بيقول نزل القرآن ليتدبر وليعمل به فاتخذ الناس قراءته وعمل الناس الناس بتحفظ القرآن وبتقرأ القرآن وتظن أن مجرد قراءتها ومجرد حفظها هو دبأ العمل لا العمل القراءة هي مقدمة فقط للفهم والتدبر ومن ثم التطبيق الصحيح لأحكام القرآن والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها كل الناس يغدو يعني كل الناس يسعى كل واحد فينا بيسعى في هذه الحياة فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها إما أن تبع نفسك لله سبحانه وتعالى فتعتقها وإما أن تبع نفسك للشيطان فتهلكها الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذارن الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا ولا يظلم ربك أحدا إياك أن تظن أن الله سبحانه وتعالى يظلم العباد مستحيل لا يقع في بالك أو في ذهنك هذا الأمر لا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا من الخلق يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم الهداية تكون من الله فاستهدوني يعني أطلبوا الهداية الهداية من الله سبحانه وتعالى إياك أن تظن أنك مهتدي بنفسك أو بمجهودك خطأ إنما أنت مهتدي إلى الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنه عليك يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم إذا كنت جائعا أو لك حاجة عند الله سبحانه وتعالى فاسأل الله يعطيك ما تريد إنما تطلبونه من الخلق موجود كله وزيادة عند الحق بس أنت بس تطلب من ربنا ويكون عندك رجاء في الله سبحانه وتعالى وعندك يقين كما قلنا في المرة الفائتة لما تحدثنا عن الدعاء المستجاب يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم إياك أن تظن أن هناك ذنبا كبير على الله سبحانه وتعالى ما فيش ذنب كبير على ربنا مهما عظمة الذنوب فعفو الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني لا نملك إن إحنا نضر ربنا حاشه سبحانه وتعالى أو أن ننفعه في شيء يعني طاعتنا لربنا مش هتنفعه في شيء معصيتنا لربنا مش هتضره في شيء كل ذا بيرجع لنا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أدقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا لو كل الناس على قلب رجل واحد في التقوى والعمل الصالح هل ده يزود ربنا في ملكي شيء ولا أي شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلى عكس لو كل الناس كلها كفرت بالله هل ده ينقص حاجة من ملكي ربنا ولا أي شيء بردو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر لو كل الناس من أولها إلى آخرها قاموا كده في صعيد واحد في مجموعة واحدة وسألوا ربنا وكل واحد بيسأل ربنا الحاجة بتاعته فربنا عطل كل واحد الحاجة بتاعته ده هينقص حاجة من خزائن الله سبحانه وتعالى أبدا قال إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر المخيط اللي هو الإبرة فين الإبرة اللي بنخيط بيها للهدوم تمام لو معاك إبرة كده وحطيتها وسط بحر وخركتها تاني الإبرة تاخد إيه من البحر يعني بتاخد معها من مياه دي ولا أي شيء إلا كما ينقص المخيط كما إذا أدخل البحر هل المخيط ظل الإبرة لما تحطها بالبحر وتخرجها بالطقص البحر ولا أي حاجة يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم لكن تقدير الأرزاق للعباد هذا بحكمة الله سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه وتعالى لو عطل كل واحد المسألة بتاعته مش هينقص حاجة من الخزائن تبليئ حانا بيشوف بعض الناس بتعيش في ضيق من العيش وضيق من الرزق وبتسأل ربنا وكذا وكذا هذا تقديره على العباد ولو بسط الله الرزق لعباده إلا بغوا في الأرض والله سبحانه وتعالى يعلم بكل واحد منا إن الرزق سينفعه أو سيدره فما على الإنسان إلا أن يرضى بكل ما قدره الله عليه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه كل الأعمال يحصيها الله سبحانه وتعالى يكتبها الله سبحانه وتعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم الحديث الخامس والعشرون الإبرة التي تخيط بها أنا مش عارف عندكم في الهند اسمها إيه يا عندنا هنا اسمها إبرة الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور في ناس مجموعة من الناس ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألولوا ذهب أهل الدثور بالأجور أهل الدثور يعني أهل الأموال يعني أخذوا أجر كبير جدا لماذا قالوا يصلون كما نصلي فمجموعة من الفقراء ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتقوله إن الجماعة الأغنياء خدوا أجل كبير جدا ليه قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم يعني دول بيصلوا زينا وبيصوموا زينا وبيعملوا كل حاجة بس كمان عندهم مال بيتصدقوا به فكان نفسنا إحنا كفقراء يكون عندنا مال نتصدق زيهم أشوف هنا المنفسة المنفسة هنا في الخير مش في المال هم بيتكلموش على قصة المال أو قصة هم أغنياء وإحنا فقراء لا هم بيتكلموا عن إن إحنا كالنفسنا يكون عندنا مال عشان نتصدق زيهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به قال لهم طب خلاص صدقة مش كلها مال في نوع تاني من الصدقة إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة تمام ألا أنك تسبح ربنا صدقة تهلل تذكر الله تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر كل ذلك الصدقة وفي بضع أحدكم صدقة في بضع قيل الفرج وقيل الجماع بين الرجل وبين الزوجة بين الزوج والزوجة الحد تدي فيها صدقة فالصدقات عندنا متنوعة قالوا يا رسول الله أي أتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال نعم قال أرأيتم لوضعها في حرام أكان عليه وز فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر يعني مجرد الجماع بين الزوج والزوجة إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى يأخذ الإنسان عليه أجرا كما إذا اقترف الإنسان الزنا والعياذ بالله في حديث آخر في رواية أخرى أن الأغنياء لما سمعوا هذا الكلام رحوا عملوا نفس الكلام بدأوا يهللوا ويسبحوا ويذكروا وكذا إلى خيره فراجع الفقراء إلى النبي برضو بيشتكوا دعا بيعملوا زينا دعا مش سيبلنا حاجة قال ذلك يا فضل الله يؤتيه من يشاء خلاص عشان كده مش دايما الغنى مزموم بعض الناس تظن أن الإسلام يحارب الغنى وإن الإسلام يدعو إلى الفقر وإلى الزهد وكذا لا غلط الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا في اليد وليست في القلب تمام كان من دعاء الصالحين اللهم يجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا يعني لا حرج على الإنسان مطلقا أن يكون غنيا بالعكس الإسلام دعا إلى الاستثمار وحركة التداول وكثرة المال والربح كل هذه الأمور ويقول لك والياد العليا خير من اليد السفلة والياد العليا هي المنفقة والسفلة هي الأخذة الإسلام يقول أن الإنسان كلما كان غنيا وكلما كان معطيا كلما كان أفضل من الآخر الذي يأخذ ماشي فحتى الأغنية لما سمعوا هذه المقلة فعلوها فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس كل سلامة السلامة بمعنى المفصل المفصل الموجود في الجسد المفاصل بتاعتنا الموجودة في الجسد والمفاصل دي كم قالوا عددها تلتمية وستين مفصل تمام كل مفصل من مفاصل الجسد عليه صدقة كم مفصل تلتمية وستين يبقى كل واحد عليه كم صدقة يوميا لازم يؤديها تلتمية وستين صدقة اللي هي زكاة الجسد زكاة الجسم بتاعك طب احنا هنطلع تلتمية وستين صدقة كل يوم أمر صعب فقال النبي قال تعدل بين اثنين صدقة هنا مفهم الصدقة واسع زي ما قلنا مش متعلق بالمل بس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة لما تعين إنسان بيحمل شيء فتحمل عنه أو تساعده في حمل الشيء هذه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وهذا الكلام يا مشيخنا الأكارم بيبين لنا عظمة الدين بتاعنا وجمال هذا الدين إن أمور بسيطة جدا جدا تاخد عليها ثواب إنك لمجرد إنك أنت ماشي في الشارع فشفت حدي بيشيل حاجة فساعدته بس أو شيلته تمام يعني واحد مثلا إذا رفعت له الكتاب والطوله تفضل بتساعده في حمل الكتاب خدت صدقة ماشي بعربيتك في الشارع ففي وحدة معدية في الطريق أو شخص معدي في الطريق فوقفت عشان تعديه صدقة بس تلاحظ هذه المعاني تمام إنما الأعماله بالنيات فدين جميل أوي ودين عظيم أوي ما فيش بعد كده إن كل أفعالك تحولها إلى عبادة وإلى قرب كل الحاجات البسيطة اللي أنت مش متخيل أن هي أصلا لها قيمة لا دي لها قيمة كبيرة جدا عند ربنا قال الكلمة الطيبة صدقة يعني إذا تكلمت مع إنسان كلمة طيبة كلمة فقط ممكن تقول كلمة واحدة بس كلمة طيبة صدقة وفي رواية أخرى وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب له بها الجنة يعني كلمة واحدة قد تكون سببا في دخلك الجنة على العكس وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله قال لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا يعني كلمة طيبة لا تهتم بها لا يلقي لها بالا قلتها كده يعني جبرا لخاطر حد مساعدة لحد أي لإدخال السرور على الناس قد يكتب الله لك بها الجنة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة أو خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وإنت ماشي الصلاة في المسجد كل خطوة بصدقة عشان كده ورد في حديث أنه يستحب أن كل المسجد بعيد كل مكان المسجد بعيد كل مكان أحسن الصدقة عندك بتكتر وطميط الأذى عن الطريق صدقة شفت أذى في الطريق حاجة مؤزية تؤذي الناس فشلتها وركانتها على جنب لك بها صدقة في الرواية الأخرى يقول صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل سلامة يعني كل مفصل زي ما قلنا وإنت عندك كم مفصل في الجسم 360 مفصل يبا لازم كل يوم تطلع 360 صدقة كل يوم 360 جنيه كل يوم تمام فجيب منين كل يوم 360 جنيه قال فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن ممكن صدقة برضو أمر يصعب ممكن اليوم يعدي ومقدرش عدة 360 في جسد النبي في آخر الحديث يقول ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى صلاة الضحى من السنن المؤكدة صلاة الضحى من الأشياء اللي لازم نحافظ عليها لأن صلاة الضحى بتمثل صدقة عن جسمنا كل يوم عليك 360 صدقة بتطلعهم إزاي؟ بتطلع زكاة جسمك إزاي؟ بتصنب ركعتين ضحى ماشي؟ وصلاة الضحى عندنا بتبدأ من بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا إلى ما قبيل الظهر بدقائق يعني دلوقتي الشمس بتطلع الساعة خمسة تبدأ صلاة الضحى من الساعة خمسة وربع مثلا بعد شروق الشمس بربع ساعة وبتلت ساعة يمتد وقت الضحى الحد يمتى؟ لحد قبل الضهر بدقائق قليلة فمعاك الوقت ده كله تصلي فيه صلاة الضحى أعددها كام؟ أقل حاجة فيها ركعتين عايز صلي اتنين ماشي اربعة ماشي ستة ماشي وقيل إنه صلاة الأوابين الراجعين إلى الله سبحانه وتعالى وفي الحديث القدسي يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره فبقدر الإمكان نحافظ على صلاة الضحى لأنه بتمثل صدقة كل المفاصل الموجودة عندنا بعد كده الحديث السابع والعشرون البر حسن الخلق عن النواسي بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وعنوا بسط بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردت في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك البر كلمة جامعة لكل خصال الخير البر حسن الخلق حسن الخلق يا مشايخنا أولا البر دا الحاجة الإنسان إذا فعلها بيلتحق بالأبرار ويشكر على هذه الأمور على هذه الأمور أو على هذا الشيء إذا ممكن إنسان بار بوالديه يحمد على هذا طب البر هو إيقال البر حسن الخلق أعظم حاجة توصلك للبر وإنك تكون إنسان بار وتحشر مع الأبرار مع المطيعين لله سبحانه وتعالى أن تكون حسن الأخلاق في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا لإني بعثت سيدنا النبي أي مع الحتة دي كلها إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كل العبادات كل الحاجات اللي احنا بنعملها ثمرتها ونتجتها أن يتوصلنا لمكارم الأخلاق طب ما فيش مكارم أخلاق يبقى ما فيش دين يعني هل الدين مجرد عبادات تقوص بس كده الظاهرية ولا الدين أخلاق الدين أخلاق في حديث النبوي شريف يقول إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وأشرف المنازل وإنه لقليل العبادة وإن الرجل ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم تمام في رواية أخرى الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد لو في مية كده جات على تلجي بيحصد تلجي بيدوب كبالك حسن الأخلاق والأخلاق الحسنة بتدوب بتمحو الزنوب والعيوب بتاعتنا والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل سان بيعمل أعمال كتيرة جدا صالحة لكن أخلاقه مش كويسة أخلاقه بايزة زي ما بيقول خلاص الأخلاق البيزة دي بتفسد الأعمال الصلاحة اللي بيعملها بيصلي بقى بيصوم بيش عارب بيعمليه كل ده منوش قيمة كما يفسد الخل العسل عندك كباية عسل لذيذة أو حلوة أوي عيز تفسدها عيز تبوزها حط فيها خل هل يصبح العسل كما كان ولا تنتهي حلاوته ويزول طعمه كل شيء ينتهي وذال اللي ورد في حديث المفلس أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع أنا مفلس يعني أنا معيش فلوس هذا أمر ما دي فالنبي قال لهم لا إنما المفلس من يأتي يوم القيامة بكذا وكذا وكذا يأتي بحسنات كثيرة جدا صيام وزكاة وحق كل شيء إلا أنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا ومال هذا ووقع في عرض هذا بيعمل عمل كتير لكن أخلقه مكانيتش كويسة قال فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي كل واحد بيأخذ من حسنات الشخص ده على قدر مظلمته فإذا بقي عليه شيء لسه عليه ديون ما سددهاش قال أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ماشي أنت معاك مليون جنيه غني ولا مش غني غني واحد معا مليون جنيه أو مليون دولار من الأغنياء ولا لا أنت في الظاهر كده ده غني آه ففي الظاهر كده الرجل ده بيصلي وبصمده من أهل الجنة لكن في المقابل الثاني محدش يعرف أنك أنت عليك مليون ونص ديون فأنت فقير ولا مش فقير ده أنت فقير ومفلس أكتر تمام والمليون جنيه اللي معاك دي ما لهاش أي لازمة مش هتنفعك في حاجة قال البر حسن الخلق والإسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس حاجة كده الإسم يعني حاجة اللي مش كويسة يعني بتقول كده في خاطرك مش متطمين لها يبقى تعرف أنه شيء مش كويس فتركه فورا زي مولنا موضوع الشبهات قبل ذلك قال استفت قلبك البر مطمئنت إليه النفس وطمئن إليه القلب تمام والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حاجة أنت متردد فيها ومش مرتاح آآآ ليها تمام وبعض الناس أو شيخ معين أو كده أفتاك بإن العمل ده يجوز وإنت مش متطمين له خلاص ما تعملوش إنت مش متطمين لهذا الشيء خلاص ما تعملوش ما فيش مشكلة خلاص استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك لكن هنا نقطة مهمة ما القلب الذي يستفت هل استفت قلبك ده أمر على العموم أمر كده عام بعض الناس للأسف بتظن أمر عام يقول لك لا الشيخ الفراني يقول لك ده حرام يقول لك لا مش حرام أنا قلبي بقول إنها حلال يا عم جبت مني إنها حلال طب الشيخ بقول لك حلال لك لا أنا قلبي بقول إنها حرام والنبي قال لك استفت قلبك وإن أفتاك لا بقول هذا الاستفتاء لا يحمل على العموم هذا الاستفتاء بيكون في الأمور الشبهات المشتبهات الاستفتاء لا يكون في الحلال والحرام مش حاجة حلال واضحة أن هي حلال فتقول لي لا أنا قلبي بقول لي أن هي حرام هنقوله ولا تقولوا لمع تاصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام حاجة حرام فقولك أنا قلبي بقول لي أن هي حلال فالاستفتاء مش في الحلال والحرام الاستفتاء بيكون فين؟ في الأمور المشتبهة الحاجات المشتبهة عليها وأنا مش قادر أحدد الأمر الآخر أن القلب الذي يستفتى هو القلب السليم مش أي قلب بيفتي زي كده ما احنا عندنا مش أي عالم بيفتي مين اللي بيفتي يا مشايخنا العالم المتمكن في العلم وكده هو اللي بيفتي طيب هل معنى قولي نبي استفتي قلبك وإن أفتاك الناس معنى أن أي قلب جده يستفتي لا القلب السليم المنضبط تمام اللي عارف أنه هو يطلب الحق مش وحد قلبه بايز قلبه خربان تمام فكل حاجة يقولك أنا هستفتي قلبي مليش دعو بحد لا إيش أين هذه الكلمة ليست عندي فين يا سيدي ليست عندي هذه الكلمة خلص لا خليك عشان بس التصفير خليك لما نقول روينا يعني أنا رويت هذا الحديث عن مشايخي عن مشايخي في كتاب الفلاني في المسند الفلاني وهكذا تذهب لمسند أحمد تجد هذا الحديث هذا ما يحمل عليه رويناه أو رويناه أو كذا الحديث السامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرف منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سيدنا العرباط بيقول لسيد النبي وعظنا موعظة يعني واجلت منها القلوب وذرفت منها العيون يعني كأنها موعظة مودع كأنك نبي ودعنا فقلنا يا رسول الله أوصنا قل لنا بقى وصية نافعة قال أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حتى لو حكمكم عبد من العباد وتأمر عليكم فاسمعوا وأطيعوا طالما أن هذا الأمر ليس أو أن حكمه ليس في أمر يغضب الله سبحانه وتعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا مبدأ عندنا لكن معدى ذلك الحاكم أي مكان هو مين سواء رضينا به أو لم نرضى أحببناه كرهناه له السمع والطاعة بنفس هذه الأحاديث لكن إذا أمر بما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى لا سمع له ولا طاعة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا أمور كثيرة ستحدث واختلافات كثيرة ستحدث فماذا نفعل قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجز النواجز اللي احنا بنسميه درس العقل الأقوى درس موجود له آخر درس موجود بس هذا يستدعي العلم يعني الجملة هي تستدعي العلم الأول قال عليكم بسنتي طب انت عرفت سنة النبي لما تحدث أمور مشتبهة ومشاكل كتير وخلافات كتير في المجتمعات وفي البلاد طب أنا مع الفريدة ولا مع الفريدة أعمل هي روح هنا ولا روح هنا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعني بدا يستلزم العلم تروح تتعلم بقى الأحكام دي تروح تتعلم السنة عشان تقدر تفرأ في الفتن تروح هنا ولا تروح هنا كتير من الناس للأسف بيقحم نفسه في أعمال كتيرة جدا عن جهل لو مش فاهم تمام خاصة فيما يتعلق بالأمور السياسية أو إدارة شؤون البلاد والحكم هو مش فاهم لا درس علوم شرعية ولا درس سياسة شرعية ويقحم نفسه في هذه الأمور عندنا في الفقه الإسلامي حاجة عظيمة جدا اسمها باب السياسة الشرعية السياسة الشرعية يعني الأمر ده يتعلق بإدارة شؤون الحكم والبلاد كل ما يتعلق بإدارة شؤون الحكم كيفية اختيار الحاكم وهل الحاكم ده لو بنحبه نعمليه تب بنكرهه نعمليه تب ندي عليه ولا ما ندعيش عليه تب نخرج عليه ولا ما نخرجش عليه تبدا حكم ظالم ولا مش حكم ظالم كل هذه الأمور موجودة عندنا مستورة فمن الخطأ الكبير أن بعض الناس خاصة أن الشباب بيجازفوا في مثل هذه الأمور دون معرفة ومش فاهم مش فاهم يعني إدارة شؤون البلاد مش فاهم يعني سياسة شرعية مش فاهم أن التصرفات الحاكم تختلف عن تصرفات الأفراد تمام؟ مش فاهم اختصاصات الحاكم في الشريعة يعني إيه؟ إن الحاكم ده الشرع الشريف أي أن مكان هو مين؟ الشرع الشريف أو كان له اختصاصات معينة مش عارفة من اختصاصات التقييد المباح للمصلحة وغير ذلك من هذه الأمور فالنبي قال عليكم بسنتي هل انت بقى علمت السنة وفهمت السنة كويس وفهمت تعامل الخلفاء الراشدين في مثل هذه الأمور قبل ما تحكم ولا لا الحكم ثمرة المعرفة ما تحكمش على حاجة ما تحكمش على حد ما تحكمش على موقف إلا إذا كنت علم به الأول الحكم على الشيء فرع عن تصوره تتصور الأمر الأول عشان تقدر تحكم كويس لكن تجازف بالحكم قبل التصور هذا خطأ كبير قال فإنه من يعيش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم هتشوف حاجات لها العجب هتشوف اختلافات كثير كيف تنجو في ظل هذه الأمور كلها وكيف تعرف نفسك منص يعني مصيبا أم مخطئا بالعلم تمام ومع ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى إذا اكتهد الإنسان فأصاب فله أجران وإذا اكتهد فأخطى فله أجر تمام يعني أنت اكتهدت في أمر معين وابتغيت من وراء هذا الاكتهاد وجه الله سبحانه وتعالى اكتهدت في الحتة دي فاكتهادك وصلك أنك أنت تمشي مين تمشي تيمين بس مين دا كان غلط برضو حتى لو كان غلط أثاب ولا لا أثاب أثاب من اكتهد فأخطأ تمام يعني أنت أخطأت في اكتهادك بس كان اكتهادك الأول مبني على إيه مبني على معرفة وعلى علم وعلى مجهود بزلت وفي الآخر كان نيتك وجه ربنا سبحانه وتعالى فتسب حتى على خطأك واناك فرق بين الخطأ والعمد أنا تعمدت أن أعمل الغلط هذا ليس فيه سواب دي أمر تاني قال عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور الأمور المحدثة تمام الأمور الجديدة ابتعد عنها قدر الإمكان بس مش أي أمر جديد ابتعد عنه إنما الأمر الذي ليس له أصل في الشرع الشريف فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعض الناس اللي مش فاهمين اللي مش درسين بيحملوا هذا الأمر أو هذا الحديث على العموم أيضا وكل كلامهم في البدعة وفي نظرهم كل المسلمين مبتدعة تمام وأي حاجة جديدة بدعة احنا قلنا قبل كده وشرحنا بالتفصيل في قول النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قلنا أن بعض الناس بيظن عنده كده تركيبة في دماغه أن البدعة تساوي الحرام غلط استنادا إلى هذه الرواية فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة احنا قلنا كلمة بدعة يعني أمر مستحدث أمر جديد يعني الحاجات الجديدة دي من حيث اللغة بدعة الميكريفون دا بدعة بدعة إنه ما كانش موجود فاستحدثناه فتيجي النقطة التانية أو الجملة التانية وكل بدعة ضلالة تمام هل البتاعة دي البدعة دي المستحدثة دي ضلالة وبالتالي في النار هل النبي يقصد كده تروح بقى لعلم أصول الفقه يقول لك في حاجة اسمها دلالة اقتضاء دلالة اقتضاء دلالة اقتضاء يعني تقدير ما يصح ويستقيم به الكلام لازم تقدر الفاظ معينة في النصوص عشان المعنى يستقيم معاك وتفهم صح يعني هناك نصوص في القرآن الكريم ونصوص في السنة النبوية المطهرة لن تفهم على المعنى الصحيح المراد إلا لما تقدر لها لفظ عشان المعنى يستقيم لما يقول لك وكل بدعة ضلالة كل دي من ألفاظ العموم ولا لأ كل أو إن كان فيه كلام الإمام السكي قال لي في كتاب في كلمة كل دي بس فيه كتاب كده رائع لطيف للإمام السكي اسمه أحكام كل وما عليه تدل تمام فلما يقول لك وكل بدعة ضلالة كل بدعة يعني أي بدعة ضلالة تم كل الحاجات دي بالنسبة لنا بدعة حتى اللي هدوم اللي إحنا نفسنا دي بدعة ما كانتش موجودة زمان ماشي صحة ولا لأ كل ده بدعة هل النبي يقصد هذا الكلام قال لا لازم تكون فاهم تمام وكل بدعة أي كل بدعة تخالف الشرع الشريف فهي ضلالة هذا هو المعنى الذي يصرف إليه الضلال مش أي بدعة وخلاص لو حاجة بدعة يعني حاجة ظهرت جديدة حاجة استحدثناها لا تخالف الشرع الشريف لا تخالف مقصود الشرع إنما تساعد على فهم مقصود الشرع بالعكس تكون بدعة محمودة عشان كده قلنا الإمام الشرع يقسمها الحكثين قال البدعة إما محمودة أو مذمومة بدعة حاجة جديدة ظهرت فلو كانت تخالف الشرع قولا واحدا مذمومة ما لناش علاقة بيها لكن بدعة تساعد على حفظ الدين تساعد على مقاصد الدين ما فيش أي مشكلة النبي نفسه نهى الصحابة أنهم يكتبوا الحديث الشريف صحة ولا لا حتى لا اختارت الحديث بالقرآن ما كانش فيه قواعد تدوين العلوم في عهد النبي والعهد الصحابة كل دي حاجات استحدثت بعد عصر الصحابة العلوم اللي احنا بنكلم فيه هدية علم الجرح والتعديل علم الحديث علم مش عارف علم النحو علم الصرف علم التجويد كل ده ما كانش موجود استحدثه الفقهاء والعلماء للحفاظ على الدين فهل تقدر تدخله في الجملة دي وكل بدعة ضلالة لا فهنا قالوا لابد من تقدير لفظ وكل بدعة تخالف الشرع ضلالة عشانا قال لك وكل ضلالة في النار خلص يبقى تقدير ما يستقيم به الكلام تقدير ما يصح وينضبط به الكلام إحدى الدلالات الهامة جدا جدا في علم الأصول لضبط النصوص الشرعية عشان كده بيسموا علم أصول الفقه ده وعلم الميزان ميزان لضبط الأحكام ما عندكش علم أصول فقه هتتكلم في القرن وفي سنة هتلخبط لازم يكون عندك الميزان ده لضبط الأحكام عشان ما تحتش يعني الحق الحديث التاسع والعشرون سريعا بقى عشان نخلص عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت هذا معروف ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة يعني وقاية والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار زي ما قلنا من شوية نكتر من الصدقة الصالحون يقولون يعني اجعل لنفسك وردا ثابتا يوميا من الصدقة زي ما لك كده ورد ثابت يومي من العبادة من الذكر من التسبيح من قراءة القرآن خل عندك ورد ثابت من الصدقة حتى ولو كان قليلا حتى لو جني كل يوم وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروتي سنامه يعني على شيء فيه قال قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة فالصلاة الصلاة يعيب دل نحافظ على الصلاة في أوقاتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا يعني فردا موقوتا يعني مؤقتا يعني كل صلاة لها وقت له بداية وله نهاية لك أن تصلي داخل هذا الوقت ما شئت الظهر بيأزن الساعة الواحدة والعصر بيأزن الساعة الثالثة يبقى صلاة الظهر من الوحدة لتلاتة مثلا أو من اتناشر لتلاتة كل هذا الوقت يسع الصلاة صل لتناشر نشر ونص واحدة واحدة ونص اتنين اتنين ونص برحتك أنت تؤدي الصلاة في أداء لكن كلما كان في أول الوقت مع جماعة كلما كان أفضل لكن العصر يأذن عليك وما صلتش الظهر هذا ذنب كبير دي بقى مصيبة تأخير الصلاة عن وقتها مصيبة تمام وإثم كبير فما نأخرش الصلاة عن وقتها خاصة الناس اللي بيبقى شغالين الموظفين شغالين برا البيت خاصة الستات الستات بتقول إن إحنا شغالين برا وما بيجيش فيش فرصة إن إحنا نصلي ومش عارفين فبنأخر الصلاة لما روح البيت لا يا ست الحجة ما ينفعش تأخير الصلاة دون عزر ما ينفعش صلي في أي مكان حتى لو اضطررت إن كنت تصلي في الشارع لو اضطررت تصلي نظر الرجال إليك لا يفسد الصلاة إنما هم يأثمون على ذلك يعني لو اضطرت المرأة إن هي تصلي في أي مكان تصلي هتصلي في الشارع تأخذ أي جنب وتصلي تأخذ أي ساتر وتصلي فتقول لا ما قدرش أصلي عشان الناس هتبص لي ما يبصو لك إن مشكلة ما يبصو لك وانت ماشي هل بص الناس عليك أو نظر الناس عليك يفسد صلاتك لا ما يفسدش صلاتك تمام ده أولى يعني ولا تأخير الصلاة عن وقتها أولى فما ينفعش بقدر الإمكان نحافظ على الصلاة في أوقاتها وذروة سنامه الجهاد الجهاد وهنا إشكالية كبيرة في موضوع الجهاد وده كان يحتاج محاضرة لكن أنا حاول في دي آلين من الموضوع ده الجهاد على ثلاثة أنواع يا ما شيخنا أعلاها جهاد النفس تمام وده اللي سيد النبي قاله لما رجع من إحدى الغزوات أليه رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر الحرب والقتل ده جهاد صغير تعالي علي الصغيرة لكن الجهاد الأكبر جهاد النفس أن تجاهد نفسك على الاستقامة على أوامر الله والابتعاد عنه وهي ده أمر صعب جدا وشق جدا الأمر الثاني والجهاد الثاني هو الجهاد الدعوي أيضا الجهاد النفس ده كل واحد فينا مأمور به صح كل واحد فينا كمسلمين كل واحد لازم يجاهد نفسه فده فرض عين على كل الناس النوع الثاني جهاد دعوي تمام والمطالب به كل واحد حسب اختصاصاته خاصة الدعاء والمشيخ والعلماء فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا به يعني بالقرآن الكريم فده اسمه الجهاد الدعوي أو الجهاد القولي أو اللفظي وده المطالب بي مين؟ السادة المتخصصون أو كل واحد فينا على قدر فهمه وقدر علمه وده جهاد مطلوب جدا النوع الثالث بقى اللي هو الجهاد الايه؟ الجهاد القتالي تمام وهنا الإشكالية الكبيرة لماذا فرض الجهاد القتالي؟ فرض عشان حاجة واحدة بس شرع الجهاد القتالي لرد العدوان ودفع الظلم فقط ولم يشرع الجهاد القتالي لفرض الإسلام غلط بعض الناس فكروا أن الجهاد في سبيل الله يعني ننشر الدين يلا بقى نجهد في سبيل الله عشان ننشر غلط ده ربنا يقول لك لا اكرهها في الدين وجهادك وحربك وقتالك للناس عشان تخليهم يدخلوا في الدين ده إجبار ولا مش إجبار؟ إجبار يا تنافى مع صليح القرآن الكريم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ استحيل طبعا تمام؟ لا إكراها في الدين والقتال في إكراها آه يبال لك لا الجهاد القتالي لم يشرع لهذا الأمر لم يشرع الجهاد القتالي لمحو الكفر غلط الشباب اللي فهم كده فهم غلط إن إحنا يلا نجاهد ونفتح البلاد وكده غلط إنما الجهاد الكفر يمحى بالجهاد الدعوي اللفظي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لكن الجهاد القتالي ما شرع إلا لصد العدوان لعم حد يعتدي علينا نجاهد يعني ندافع عن نفسنا نرد العدوان ناشي أذن للذين يقاتلون يقاتلون بأنهم ظلموا خلاص في إذن بالقتال خلاص قاتلوا وردوا العدوان وقاتلوا في سبيل الله الذين مين يقاتلونكم ولا تعتدوا يعني أنت نشر الدين فدي في مخالفة صريحة للقرآن ولا لا في مخالفة صريحة وقص على ذلك تطبيق النبي ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وما دخل غزوة من الغزوات إلا دفاعا عن نفسه وعن الصحابة وعن المدينة لم يباغت النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بقتال تمام ولما دخل المدينة عمل كان عيش معه اليهود عمل لهم وثيقة دستور كده أو دستور يحمي حقوقهم وكان يأكل معهم ويشرب معهم ويتعامل معهم ومتى بدأ النبي بقتال نبيشه النبي هو اللي راح لهم فقالوا أدي شبهي أن النبي هو الذي ذهب لقتال هؤلاء الناس الناس كانت عايشة في بيوتها في أمان فجأة وجدوا أن النبي قد حصرهم الآن ذهاب النبي إلى يهود خيبر وقتال يهود خيبر كان دفاعا عن نفسه ليه؟ لأن الاستخبارات بتاع سيدنا النبي جابت له أخبار أن يهود خيبر مع قبيلة غطفان يجهزون للانقضاض على المدينة استخبارات والمعلومات جابت كده أن اليهود دول بيجهزوا نفسهم عشان ينقضوا عن المدينة ويقتلوا رسول الله والصحابة فسيدنا النبي باغتهم وباداءهم قبل أن يبدأوه فكان ذهاب الخيبر برضو كان لرد العدوان مش لبداية العدوان وقص على ذلك كل الفتحات الإسلامية كده اللي فاهم أن الإسلام فتح البلاد بالسيف كما يقولون انتشر الإسلام بالسيف وكل هذه البلاد السوية والإفريقية والأوروبية انتشر الإسلام فيها بالسيف والقهر والفتح الإسلامي كان أيم على الحروب وكان غلط كل الفتحات الإسلامية كانت لرد هذه الأمور عن المسلمين ودخل الناس في دين الله يعني طائعين فتحت الدول الأسوية التي فتحت على هذه الصحابة الكرام هل الإسلام مستمر فيها للآن ولا لا مستمر لأن هؤلاء الناس دخلوا بمحض اختيارهم في الماضي لو أن هؤلاء الناس دخلوا في الإسلام مكرهين كان الجيل الأول هو اللي يسلم فقط والجيل الأول ده هينشأ أولاده على كراهية الإسلام والمسلمين ولا لا فينشأ جيل تاني كاره للإسلام والمسلمين لكن لا بالعكس التوارث الإسلام طبعا لا يحمل على الحقيقة إنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليه بهذا الأمر إنما دي كلمة عابرة كده زي ما احنا بنوعد نتكلم كده في بعض الأمور الخاصة بيننا فممكن تقول كلمة ولا تقصد معناها قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم يعني في الآخر كده مش هتخش النار إلا بلسانك اللسانك ده هو ولا يدخلك النار أو هيدخلك الجنة قلنا إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا مش مهتم بيها يهوي بها في النار سبعين قريفة عشان كده في حديث آخر من صمت نجا من صمت اي نجا فكلما كنت يعني كثير السكوت كلما كان أفضل لك قال عن أبي ثعلبة القشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها خلص الفرائض كلنا عارفينها من ضيعهاش والحدود كلنا عارفها لا نتعدى الحدود تمام في حدود معينة لا نتعدى هذه الحدود سواء في معاملتنا مع الناس أو مع الله سبحانه وتعالى وربنا حرم أشياء فلا ننتهكها لا ندخل نفسنا في هذه الأشياء وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها في أشياء ربنا سبحانه وتعالى سكت عنها لم يبين فيها الحكم ما تعدش انت بقى تبحث عنها وتدور عليها وتشوف حكمها أي وكذا إلى آخره يعني زي ما كان سيدنا عمر ماشي مع أحد الصحابة أو ظن سيدنا عمر بن العاص مماشين راحين يصلوا فواحدة ستة كده رمت عليهم أو كده رمت مية فالمية جات عليهم فسيدنا عمر بن العاص بيسأل الستة هل هذا الماء ناجس أو طاهر فسيدنا عمر قال لا تخبريه بتسأل ليه ما خلاص يمشي طالما لم تتأكد إن هي ناجسة خلاص هنا فرق أنا شايف المية دي ناجسة خلاص ما ينفعش صلي فيها لكن أنا مش عارف شاكك المية دي طهرة ولا ناجسة تقعد بقى تسأل هي طهرة ولا ناجسة تبين فيها صلي ولا ما صليش ما تسألش وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها يعني الفرائد كتيرة والواجبات كتيرة وكل حاجة كتيرة علينا كما قال الصالحون الواجبات أكثر من الأوقات الواجبات أكثر من الأوقات يعني أوقاتنا قليلة جدا لا تسعفنا لعمل كل حاجة واجب علينا فما تسفش الحاجات اللي انت شايفها واللي هي واضحة واللي هي واجب عليك وتعتسل في الحاجات التانية اللي ملاش أصلا ملاش فايدة يعني بس اعمل بس اللي عليك واللي مطلوب منك والحاجات التانية سيبها ما تضيعش وقت الحديث في الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ازهد في الدنيا زهد ترك ما لا يحتاج إليه الإنسان من الدنيا الزهد عدم تعلق القلب بالدنيا الزهد أن تزهد في الدنيا لترخص عندك فيسهل عليك مفارقتها ده معنى إن كنت مش متعلق بالدنيا فبالتالي مش فرق معك بقى تقعد النهاردة تمشي بكرة مش فرق معك ازهد في الدنيا يحبك الله سبحانه وتعني لا تعلق قلبك بالدنيا كما قلنا اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا وازهد فيما عند الناس يحبك الناس عايز الناس تحبك ما تكونش دايما طمعا فيهم ازهد في الحاجات اللي عندهم ما تشغلش نفسك باللي عندهم لا تتطلع إلى النعم التي عند الناس الزهد مش معناه الفقر يا ما شيخنا الزهد مش معناه اللبس هدوم الطاعة هذا ليس زهدا إنما الزهد يجونه في القلب ممكن نجد إنسان غني جدا جدا وزاهد وإنسان فقير جدا جدا مش لا يأكل ومش زاهد ولا حاجة لأن ده صبر الصبر يعني صبر الطرار زي ما قلنا لكن الإنسان الغني عنده فلوس كتير وعنده نعم كثيرة جدا لكن كل النعم دي هو مش متعلق بيها وعرفها أن من عند ربنا ممكن تروح منه في أي وقت لكن الفقير معناه قلبه بأي حاجة ونفسه يكون عنده فلوس ونفسه يكون عنده عربية ونفسه يكون عنده كذا وهكذا إبدا مش زهد محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ذات مرة قال له تلامزته يا إمام ألف لنا كتابا في الزهد محمد بن الحسن ده هو الذي ضبط المذهب الحنفي وكتب الكتب في المذهب الحنفي ونشر علم الإمام أبي حنيفة مع الإمام أبي يوسف فعمل كتب كتير جدا في الفقه فتلامزته خلاص قال له بقى كفية علينا فقه إحنا خلاص زهينا من الفقه مش عايزين فقه بقى عايزين كده حاجات قلبية ألف لنا كتابا في الزهد قال ألفت لكم كتاب البيوع البيوع في الفقه إيه علاقت البيوع بالزهد قال هو الزهد هو إيه باختصار معرفة الحلال من الحرام إنك تعرف الحلال هتعمله وتعرف الحرام فما تعملوش قال والبيوع تعرفنا الحلال من الحرام في أكتر عملية تداولية بيننا كل يوم نبيع والشرة ده أمر مستمر ولا لا كلنا بنشتغل عليه كل يوم بنبيع ونشتري ولا لا فأنت لازم تبيع بالكيفية الحلال وتبتعد عن الحرام هو ده بقى الزهد إنك الزيت تبيع كويس والزيت تشتري كويس هو ده بقى الزهد لو أنت عايز تبحث عن الزهد الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سينان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر في رواية أخرى من ضرر ضرره الله ومن شاق شاق الله عليه لا ضرر ولا ضرر لا نافية والضرر هنا نكرة والقاعدة تقول النكرة في سياق النفي تعم يعني لما أقول مثلا لا رجل هنا لا نافية ورجل نكرة قال النكرة دي لما بتأتي في سياق النفي تعم يعني ما فيش أي حد موجود فهنا الضرر سيدنا النبي ما قيدوش بحاجة إنما لا ضرر ولا ضرر يعني لا تضر نفسك ولا تضر أحدا بأي نوع من ألواع الإضرار نفسي مادي معنوي جسدي أي نوع من ألواع الإضرار الإنسان منهي عنها مش حاجة بعينها حتى الضرر للنفسي أنت منهي عنه لا ضرر ولا ضرر وإذا كان الضرر حرام فتزداد الحرمة على الأقارب سيدنا النبي في الحديث يقول خيركم خيركم إيه لأهله وأنا خيركم لأهلي فبعض الناس يظن أن قريب له الحق أن يضره عشان ده قريبي عشان ده خوية عشان ده مش عارف ابني عشان ده زوجي عشان دي زوجتي لا خيركم خيركم إيه لأهله وأنا خيركم لأهلي يعني لا تظهر خيرية الإنسان ولا تظهر أخلاق الإنسان ولا يظهر فضل الإنسان إلا إذا كان خيرا وفاضلا وحسن الأخلاق مع أهل بيته مع زوجته مع أولاده مع أبيه مع أمه لكن إنسان بيعمل أبوه مش قويس أو بيعمل أولاده مش قويس أو بيعمل زوجته مش قويس والناس شايفه برا أنه هو شيخ الإسلام وليه قيمة تمام كل ذا تصنع تمام لأهلها فلا ضرر ولا ضرر يشمل الكل ما تقولش يعني عشان زوجتي فليه الحق ان انا اضربها او او اضرها او غلط مين اللي قال لك كده بعض الناس فاكرين كده فاكرين قوامة الرجل على المرأة معناها يعني التحكم تمام معناها نعمل اي حاجة معناها ان انا ينفع اضربها غلط مين اللي قال الكلام ده لا ضرر ولا ضرار انك رفي سياق النفي ايه تعم ده امر عام يشمل كل شيء ويشمل كل انسان الامام الشعراني رضي الله تعالى عنه يقول ان ادخال الهم على احد من المسلمين ولو ساعة واحدة لا يعادله جميع ما عندنا ولو كنا دفعناه اليه ده كلام بقى الاولية وكلام الاكابر ان ادخال الهم على قلب احد من الناس لا يعادله ولو ساعة واحدة لا يعادله جميع ما عندنا ولو كنا دفعناه اليه يعني انك انت تكون سبب في اضرر حد نفسي انك انت تكون سبب في انك انت يعني تصيب حد بالهم والغم ولو ساعة واحدة ده لا يعادله ما يعادلش ما يسويش كل الفلوس اللي عندك ولو دفعتها له لا ضرر ولا ضرر في رواية اخرى من ضر ضره الله ومن شاق شاق الله عليه ودي احد القواعد الفقهية الخمسة او الستة الكبرى قواعدة لا ضرر ولا ضرر احنا عندنا في الفقه وفي قواعد الفقه خمس قواعد تمام خمس قواعد يبنى عليها كل احكام الفقه الشفعية قال خمس محررة قواعد مذهبي للشافعي تكون بهن بصيرة ضرر يزال اللي هي دي وعادة قد حكما وكذا المشقة تجلب التيسير والظن لا ترفع به متيقنا والنية تخلص ان اردت اجورا خمس قواعد فقهية تبنى عليها الاحكام الفقهية او هي عصارة علم الفقه وزاد الحنفية قاعدة سادسة لا ثواب الا بالنية فقاعدة لا ضرر ولا ضرار احد اهم قواعد واركان الفقه الاسلامي اللي بينبني عليها احكام كتير الحديث السادس والثلاثون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر ان لو يعطى الناس بدعواهم يعني ان كل واحد ادعى حاجة تمام ونخذ كذا بكلام خلاص دون بيينة قال لدعى رجال اموال قوم ودماءهم ان اقول لك انا ليا فلوس انا ليا دعوة ان الرجل ده اخذ مني فلوس الرجل ده اتل اتيه مش عارف ايه الف الكلام ده ما ينفعش انت اذا ادعيت شيئا على احد فهات البينة بتاعتك البينة على من ادعى البينة يعني الشهود الدليل يعني لما ترفع عضية على واحد وعايز تثبت حقك اثبات الحق مش بالكلام لو اثبات الحق بالكلام كان كل واحد يدعي على غيره مال القتل الى اخره قال لكن البينة على من ادعى عندك بينة روح ثبتها عندك شهود عندك دليل واليمين على من انكر اليمين على من انكر حالة عدم موجود البينة يعني دلوقتي انا رحت رفعت امر للقاضي يا سيادة القاضي فلان ده اخذ مني فلوس ومش عايز يرجعها لي فالقاضي بيسألني معاك بينة القاضي مش هيحكم لي الا ببينة لو انا معايا بينة والقاضي تأكد من صحة البينة بتاعت اللي هم الشهود وكذا فالقاضي بيحكم لي حتى لو ان الشخص التاني ده انكر لان نبينا قدم البينة على من ادعى فلو انا معايا بينة القاضي بيحكم لي فورا حتى لو الشخص التاني ده انكر طب انا ما معي الشهود تمام يا سيادة القاضي فلان ده اخذ مني فلوس طب فين الشهود ما معي الشهود فهنا يتوجه القاضي بالحلف على الشخص المنكر او على الشخص الاخر انا بقول لك هو ده اخذ مني فلوس بس انا ما معيش بينا فيسأل الشخص الثاني يقول له انت خدت يقول لا ما خدتش فيطلب منه الحلف اليمين تبحلف انك انت ما خدتش واليمين على من انكر وهنا تأتي قاعدة فقهية تقول القول المنكري مع يمينه القول قول مين المنكر معي يعني القضي هيعتبر مين هيعتبر كلامي أنا ولا كلام الشخص الذي ينكر بس باليمين خلاص انا ادعيت وانا اعلم اهل الارض واصلح اهل الارض والقاضي عارفني كويس انما ما بكديبش بعد ذلك ما يحكمش لي لازم يكون معي بينا طب القاضي عارفني ان انا صادق كما عارف شخصية وعارف الرجل ده كداب تمام وعارف الرجل ده مجرم وكان ما لوجه دعوة القاضي يحكم بنا على بينا ودليل تمام فهذا الشخص اذا حلف بالله سبحانه وتعالى انه ما خدش منه حاجة فالقول قول المنكري مع يميني القاضي يعتبر قوله هو ما يعتبرش قولي أنا الحديث الرابع والثلاثون عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعف بلسانه فإن لم يستطعف بقلبه وذلك أضعف الإيمان من رأى منكم منكرا هذا الحديث قاعدة شريفة عظيمة في التعامل مع المنكر من رأى منكم منكرا اول قاعدة اول حاجة نتعلم من الحديث انك لازم تتأكد ان ده منكر تمام ما يكونش امر في شبهة ما يكونش منكر من وجهة نظرك انت تمام اذا اردت ان تغير المنكر في اول دراجات التغيرينك انت تكون عارف ومتأكد ان هذا امر منكر هذا امر يغضب الله سبحانه وتعالى طيب انت شفت ان هو ده منكر تغيره ازاي قال فليغيره بيده بيده المرض به هنا ايه القوة تغير بالقوة وهذا من اختصاصات الحاكم ماشي يعني الحاكم الذي يستطيع ان يغير بالقوة شفت اخناء في الشارع فعايز تغير المنكر ده لو دخلت اتغيرها بيدك هيدربوك وممكن يموتوك صحة ولا لا فلا تستطيع لكن لو فيه ظابط جاه يعني ضرب كل واحد المين هتقدر يتكلم هنا التغير بالقوة من اختصاصات الحاكم او رئيس الدولة او من النوب عنه ما تدخلش نفسك في النقطة طالما لست قادرا على التغيير باليد ده مش من اختصاصك ده مش وظيفتك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع الفة بلسانه اه يعني بالدعوة كده وبالحكمة وبالكلمة الطيبة وده امر برضو تقديري ونسبي يعني ايه يعني مش اي حد ينفع للنقطة دي مش اي حد ينفع لتغيير المنكر باللسان لانه ممكن تغير باللسان تزود المشكلة اكتر لازم انسان يكون حصيف يكون ذكي فصيح يعرف يتكلم امتى وازاي وهل كلام ده يقول لي رد فعل عنيف ولا لا يعني انسان مثلا شايفه عصبي جدا 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 في امر ما فانا اريد ان اتدخل عشان اهديه انا ممكن في حالتي دي او في هذه الحالة لو دخلت وهديته ممكن الامر يزداد فلا ما تدخلش دلوقتي اسيبه مثلا لما يهدى لكن في ظل العصبية دي وهو كذا ممكن ادخل اقول كلمة فممكن الامر يزداد سوءا فهنا التغيير باللسان برضو له ضوابط طيب لا دا ولا دا مش ادر اغير باللساني مش ادر يعني اكلم مع النازية قال فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان يعني تنكر هذا المنكر بقلبك انت مش ادر تغيره بايدك مش ادر تغيره باللسانك تنكر هذا القال يعني لا ترضى بهذا الفعل وذلك اضعف الايمان وذلك اضعف الايمان مش معناه ان كده ايماني ضعيف عن غيري غلط بعض الناس يظن وذلك اضعف الايمان كده ايماني ضعيف ان انا مش قادر اغير بلساني ولا بيديه فبغير بقلبي فكده ايماني ضعيف لا غلط وذلك اضعف الايمان يعني ذلك يعني اقل وادنى درجات الايمان تمام مش انت مش انت اللي ايمانك ضعيف لادنى درجات الايمان الانكار بالقلب لكن انت ممكن تكون من اكثر الناس ايمانا واصلح الناس لكن الظرف او الوقت اللي انت فيه ده الوقت لا تستطيع انك انت تغير بايدك او بلسانك لان تغييرك بلسانك او بايدك ممكن يترتب عليه مشكلة اعظم فقعدة مهمة جدا ان التعامل في تغيير المنكر ينبغي ان لا يترتب عليه منكرا اخر او يترتب عليه فتنة انه ممكن تتدخل لتغيير منكر فتدخلك ده يؤدي الى احداث فتنة اكبر لا ما تدخلش الحديث الخامس والثلاثون عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا الحسد كما قلنا تمني زوال النعمة من الناس او تمني عدم وصول النعمة الى الناس وغير ذلك اياكم والحسد فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والحسد في امر خطير جدا وهو حدش بيلتفيت له في الغالب ان الحسد في تدخل في ارادة الله سبحانه وتعالى تدخل في ايه في ارادة الله انك في نعمة عند هذا الشخص فانا متدايق من النعمة دي عنده دا تدخل في ارادة الله من اللي جاب له النعمة دية من اللي اعطاله النعمة دية ربنا سبحانه وتعالى فكنك تحسد يعني تتمنى أن النعمة دي تزول أو تجيلك أنت أو ما تجلوش فلا تدخل في اختصاصات وفي إرادة الله سبحانه وتعالى وده حجر على فضل ربنا سبحانه وتعالى هذا الشخص أصلا ملوش أي علاقة بهذه النعمة هذا الشخص لا حول له ولا قوة كل ما هو فيه من نعم إنما هو محضو فضل الله عليه فكأنك بتنكر فضل ربنا مش الشخص ده ملوش أي علاقة دلوقتي كأنك أنت هنا مشكلتك مع مين كأنك مشكلتك مع ربنا سبحانه وتعالى عشان كده قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار والحطب لا تحسدوا تمام ولا تناجشوا ولا إيه ولا تناجشوا النجش معناه إيه معناه الزيادة والارتفاع ماشي وده خاص بالبيع مش لسه يليم من شوية اللي عايز الزهد يتعلم البيع والشراء آه يتعلم عشان أمور دي اللي احنا بنشوفها كل يوم بنشوف العجب فالنبي نهى عن النكش في البيع والشراء اللي هو إيه إن أنا روح أزود السعر في السلعة عشان ما خليكش تشتريها تمام يعني أنت شايفك بتشتري حاجة فأنا روح مزود عليك السعر أقول لا أنا هو أشتريها بمئة جنيه أنا أشتريها بمئة وخمسين أنا أشتريها بكذا ماشي؟ أو إنك أنت بتعمل كده عشان تزود السعر وحان ده بيحصل بيحصل بعض التجار أو بعض الناس اللي بيعوش بمتفين مع بعض عشان ما حدش يتحك عليه من خاصة الناس اللي هم الوافدين يعني أنت راح تشتري حاجة بحاجة مثلا حاجة مثلا بمئة جنيه ماشي؟ خلاص دي حاجة لازمةك ومم أنت محتاجها بمئة جنيه فيجي واحد تاني يقول له أنا هشتريها بمئة وعشرين فأنت تضطر تزود عشرين تاني عشان تشتريها والشخص ده ممكن يكون متفل مع صاحب المحل فأنت بعد ما كنت هتاخدها بمئة هتاخدها بكام؟ بمئة وعشرين على ظن أن في واحد تاني هاخدها والشخص تاني ده ماشي هشتريها وبيزود السعر عشان يزود عليك لا تحسدوا ولا تناجشوا لما نخلص إن شاء الله وعمر لسه ما جاش؟ هيجي إمتى؟ ماشي سامحك الله يا عمر طيب خلص لما نخلص إن شاء الله فالبيع والشراء يا جماعة مهم هل الله يرد عنكم معرفة أحكام البيع والشراء مهم جدا سيدنا عمر بن خطاب ذات مرة دخل السوق فقال لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقها في ديننا ما تبيعش وتشتري إلا لما تتعلم أحكام البيع الأول عشان ما توعش في الحاجات دي ولا تباغضوا تمام؟ بلاش بغضاء بلاش كره بلاش مثل هذه الأمور ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم لا تدابروا يعني المراد بيهي الهجر ما تهجرش أخاك يعني لما تكون متخاصم مع واحد لا تدابروا فول ما تشوفوا تديلوا دبورك يعني تديلوا ظهرك لا لا يحل لمسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرضوا هذا ويعرضوا هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ولا تدابروا ولا تدابروا يعني لا يعني يهجر بعضكم بعضا هذا الشخص قد يؤذيني مثلاً فأنا أتجنبه لكن عندما ألقاه خلاص ألقي عليه السلام ولا أي مشكلة لكن أن أتعامل معه مثل ما كنت أتعامل في الماضي لا خلاص لأننا جربت التعامل معه التعامل معه يؤذي فاعتزل ما يؤذيك لكن لا تهجر هذا الهجر فأي ما تلقى تسلم عليه وكذا لكن ترجع الأمور كما كانت وانت عارف أن ده ممكن يؤذيك خلاص تتجنبه فورا لكن مش معنى التجنب خلاص القطيعة بقى واننا شفته في مكان حتى لألقي عليه السلام ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض خلاص انت تمت البيع والشرة تم ما يجيش واحد عشان رفع سعر السلعة تاني فأنت ايه عايز تبيع هالواحد تاني لا خلاص لا يبع بعضكم على بيع بعض تم البيع بين فرانه وفرانه ما تدخلش خلاص تم البيع بينه وبينه وانت مالكش علاقة بقى خلاص شوف لك حاجة تانية أو شوف لك بيع تانية وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هون كل دية توجهات نبوية في التعامل مع بعضنا البعض لا نتخاذن لا نحتقر أحدا كل المسلم على المسلم حرام ولا يحقر التقوى ها هنا وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بحسب مرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني كفاك إثما وكفاك شرا أن تحقر أخاك المسلم أن تحتقر واحد غيرك ماشي يعني لا تحكم على أحد بأنك أنت أفضل منه بأنك أنت تحتقر لمجرد أي حاجة هو بيعملها حتى لو مجرد ذنب بيعمله لأن الأعمال بالخواتيم ما أدرانا قد يختم الله له بالحسنة فلا يحقر أن لا تحتقر أحدا لفعل معصية أو فعل ذنب لا تظنن أنك أفضل من غيرك مهما كنت ومهما كان إنما الخيرية عند الله سبحانه وتعالى والخيرية بالخواتيم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه عرضه مهم جدا كثير مننا بيواع في الحتة دي دلوقتي كثير مننا يتجنب القتل الحمد لله محدش بيقتل الحمد لله إلا ما ندر ما كلنا يتجنب أخذ الأموال إلا ما ندر برضو إن كان الأمر ده منتشر دلوقتي استحلال الأموال بقى منتشر بصورة كبيرة لكن الأكثر شيء منتشر دلوقتي ويغفر عنه الناس واستحلال الأعراض كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه يعني ما تأعشف عرض حد ما تشتمش حد ما تغتابش حد كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم لا يرون العبادة في الصلاة والصوم فحسب وإنما يرون العبادة في الكف عن أعراض الناس هو كان منهجهم كده إن الشخص الملتزم بالنسبة لهم أو الشخص المتدين بالنسبة لهم مين اللي ما بيوعش في عرض حد مش اللي بيصلي وبيزكهم أطع السجادة لا دمه لش قيمة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فإزاي بيصلي بيغتاب في الناس إزاي بيصوم يقع في عراض الناس يبقى كل الحاجات اللي بيعملها ليس لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة القيامة فيها كرب فيها شدائد كثيرة جدا فكلما ساعدت في تفريج كرب الناس كلما فرج الله عنك يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة أي إنسان يقع في عسر في شدة تساعده فالله يسر عليك ويساعدك في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة ستر ستر من أجل نعم الله سبحانه وتعالى أفضل نعمة بعد الإسلام نعمة الستر تمام أفضل نعمة بعد الإسلام هي هي الستر أل من ستر مسلما ستر يعني السطر هنا يستدعي ويستلزم وجود شيء عيب في مشكلة حصلت فأنت بتستر عليه لكن مش معناه أن السطر مش معناه أن كنت بتعمل حاجة كويسة فستر عليك ليس هذا المراد المراد أن إنسان فعل فعلا مصيبة فعل فعلا زمد يعني حاجة مش كويسة فأنت تستر عليه يستر الله عليك في الدنيا والآخرة قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لو لم أجد للزاني وشارب الخمر والسارق إلا ثوب هذا لسترته به تمام قيمة عظيمة جدا من قيم السطر عكس ما يعني يفعله بعض الناس من ترويج الإشعاد من فتح الناس من تلمس الأخطاء للناس هذا أمر لا يليق بالمسلم من ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة فأعظم نعمة جماعة هي نعمة السطر ونسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة قيل لو تكاشفتم ما تدافنتم حسن البصر يقول كده بنقول هي أعظم نعمة ليه لو ربنا كشف عننا رفع حجاب ستر عننا محدش يعد ما أحد قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كلما عند أخاك وكلما سعدت أخاك كلما كان الله في عونك وفي مساعدتك ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ودباء الوصية ليكم ولنا كلنا من سلك طريقا يلتمس فيه علما هنا سيدنا النبي ما قالك شي لازم تكون عالم إنما قالك بس مجرد سلوكك ومجرد يعني مشيك في طريق العلم هذا الطريق يسهل الله لك به طريقا إلى الجنة كأنك ماشي رايح الجنة يبقى هنا ما بيتكلمش عنك أنت لازم تكون عالم لممكن إنسان يسلق طريق العلم ويموت ويموت قبل أن يتعلم آه ينال هذا السواب فده أمر مهم جدا يا مشيخنا لتجديد النية أننا نجدد نياتنا لله سبحانه وتعالى في تحصيل العلم ونحصل العلم لننتفع به في الدنيا والآخرة لا نحصل العلم لنماري به السفهاء ونجادل به العلماء ويقال عننا علماء كل هذا أمور ما لهاش أي قيمة إنما نحصل العلم ليكون علما نافعا والعلم النافع والذي ينتفع به صاحبه الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى من سلك طريقا يلتمس فيه علما أي علم بأخذ بالك كلمة العلم في السنة وفي القرآن غالبا ما تأتي منكرة مش مقيدة تأتي منكرة مطلقة مش معرفة مش مقيدة بشيء إنما يخشى الله من عباده العلماء مين العلماء ما قال شيء تمام تشمل كل العلماء إن شاء الله فعلماء الطب علماء الفلك علماء الهندسة كل هؤلاء العلماء يدخلون في هذه الحديث والآيات القرآنية بعض الناس يظن إن المراد بالعلم في دين علم الشرعي فقط غلط طبعا العلم الشرعي هو أشرف العلوم طبعا للتعرف على الله وكذا لكن هذا لا ينفي العلوم التانية تمام إن علوم التانية مطلوبة علم الطب مطلوب علم الفلك مطلوب علم الهندسة كل هذه العلوم مطلوبة فقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما علمه ويما قال شيء بس أهم حاجة اللي هيضبط لك الأمر ده واللي هي وصلك للنتيجة دي الإخلاص في طلب العلم أنت بتطلب علم الطب وأنت مخلص النية في طلب هذا الأمر لتعالج الناس وتساعد الناس فتاخد سواب الحديث ده ولا لا تاخد سواب الحديث ده ما لكش العلم الشرعي وقص على ذلك في كل الأمور اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ أول آية نزلت في القرآن صح اقرأ فعل والفعل ضميم مستتر تقديره أنت فين المفعول مش موجود مش الجملة الفعلية كده عندنا فعل وفعل ومفعول اقرأ أنت يا رسول الله تبقرأ أيه قالوا اقرأ كذا ما لشي اقرأ باسم ربك الذي خلق فين الحاجة اللي أنا هقرأها فقال بعض العلماء حزف المفعول هنا يدل على التعميم أي اقرأ كل مقروء واقرأ في كل العلوم توجيء إلهي للأمة أن هي تخترق كل العلوم تخترق كل الفنو تتعلم كل حاجة لتنشر الحضارة بتاعتنا ودلل العلماء بتاعتنا في القديم عملوه يعني علماءنا في القديم ما ركزوش على علم الشرع بس ده علم الطب وعلم الفلك وعلم الهندسة وكل العلوم اللي تخطر لكم على بال اول لما نعرفهاش هم اللي برعوا فيها وعلموا بها الدنيا كلها لكن ما حدش واخد باله في كتاب رائع جدا لمستشرقة ألمانية اسمها زغريت هونكا هذا الكتاب يسمو شمس العرب تسطع على الغرب تمام شمس العرب تسطع على ايه على الغرب قالت في الكتاب ده اننا اردت في هذا الكتاب ان ابرز العقلية العربية وان ابين لبني وطني اللي هم الجماعة الاوروبيين الكتاب ده ظهر في الستينات في القرن الماضي ان كل ما نعيش فيه من حضارة وتقدم تكنولوجي وعلمي في كل العلوم من السبب فيه العرب والمسلمين وقال لكده ان اعظم طبيب على وجه الارض منذ الخليق الحد دلوقت الامام الرازي او الرازي الطبيب عندنا اللي هو عمل كتاب الطب ماشي وقالوا ان الكتاب ده كان يدرس في اوروبا على مدار ربعمائة سنة هو ده كان المعتمد عندهم اسمه الحاوي في الطب ده كان الكتاب المعتمد عندهم في علم الطب ماشي القانون الدولي يا ما شيخنا من رائد القانون الدولي شوف القانون الدولي ومصدعيننا بالقانون الدولي خدوا القانون الدولي ده منين من نحن كمسلمين من رائد القانون الدولي يا الله دي معلومة بقى لكم النهاردة رائد القانون الدولي الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة محمد ده ميت سنة 179 هجريا مثلا من أكتر من 1200 سنة هو رائد القانون الدولي عمل كتاب كده اسمه السير الكبير فجماعة بتاعة أوروبا خدوا الكتاب ده وترجموه وبدأوا يخضوا منه القواعد ويعملوها في صيغة قوانين وعملوا كده جمعية في ألمانيا في الستينيات في القرن الماضي اسمها جمعية محمد بن الحسن الشيباني للقانون الدولي وعملوا مؤتمرات وانتهوا إلى أن محمد بن الحسن ده ورائد القانون الدولي هو اللي علم الناس يعنيه قانون دولي الأمور المتعلقة بين الدول والأمور القانونية الدولية استقوها واخدوها من مين؟ مني نحن بس إحنا نايمين وما زلنا نايمين ما علينا فانسلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه يبقى احنا نتعلم دايما نحن يكون عندنا دايما مجالس أوراد يا مشيخنا ومجالس أذكار ومجالس علم ومجالس دراسة القرآن ومجالس دراسة السنة ماشي؟ يعني زي ما بنذكر ربنا وإحنا منفردين نعمل مجالس علم مجالس ذكر جماعية كل هذه الأمور مطلوبة حتى تحفن الملائكة لو كنت حتى شريف النسب ولكن بطير عمل نسبك لا ينفعك من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه يعني مش انت عشان نسب شريف وانت من عيلة كويسة هتروح الجنة على طوه؟ لا الجنة بالعمل ولكل درجات مما عملوا الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له وعنده حسنة كاملة أممت تفكر تعمل حسنة ولكن حالة ظروف ومعملتهاش تكتب لك عند الله حسنة كاملة وهذا من جمال الشرع الشريف وإن هم بها فعملها كتبها الله تعالى عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فكرت تعمل حسنة وهممت أنك كنت تعمل حسنة هتكتب لك عشرة كنت تضعف لك للسبعمائة أي كنت تضعف لك إلى ضعاف كثيرة فأي جمال وأي عظمة بهذا الدين وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة أفكرت وهممت تعمل سيئة وبعد كده سبتها ربنا يحاولها لك حسنة وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة لو عملتها تكتب لك سيئة واحدة الحديث الثامن والثلاثون سريعا عشان الوقت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب من عاد لي وليا الولي هو الإنسان التقي النقي الذي يسير على وفق منهج الله سبحانه وتعالى الإنسان المؤمن الله ولي الذين آمنوا فمن آذى مؤمنا من آذى وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى فقد آذنه الله بالحرب آذنه يعني أعلمه تمام الأذان بمعنى الإعلام فأي إنسان يتعرض لولي من أولياء الله الصالحين عليه أن يعلم أنه بذلك التعرض كأنه يعلن الحرب مع الله سبحانه وتعالى من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه أكتر حاجة تتقرب بها إلى ربنا أو أكتر حاجة ربنا بيحبها أنك أنت تعمل الفرائد اللي عليك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كل ما تكتر من النوافل والسنن كل ما ربنا يحبك فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها يعني هذه الألفاظ سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر هذه الأمور كل ده مجاز وكناية عن تأييد الله لعبده وعن نصرته لعبده زي يقولك كده المؤمن يرى بنور الله يعني الله يكشف لك بعض الأمور ترى بنور الله سبحانه وتعالى فسمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به إلى آخر هذه الكلمات هذه من باب المجاز والكناية عن تأييد الله ونصر الله لهذا العبد الذي يلتزم بأوامر الله والذي يعيش على منهج الله سبحانه وتعالى ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه إذا الإنسان فعل هذه الأمور فهذه الأمور تؤهله لأن يكون مستجاب الدعوة فنتعلم من هذا الحديث المواظبة على السنن والنوافل بعض الناس بيأثروا للأسف الشديد في موضوع النوافل والسنن وقال لك دي يا عم دي سنة يعني الفارق بيننا وبين الصحابة نقطة دي أو نقطة مهمة زي النقطة دي من إحدى الفارق بيننا وبين الصحابة أن الصحابة كانوا يفعلون السنة لأنها سنة ونحن نترك السنة ليه لأنها سنة إيه بقى الكلام ده الصحابة يفعلون السنة ويحفظوا عليها عشان دي سنة قال دي عشان دي جاية من النبي الصحابة كان عندهم حب وتعلق شد جدا جدا بجانب سيد النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة بيحفظوا عليها عشان دي سنة النبي ودي بالنسبة لهم أمر عظيم جدا جدا حاجة النبي عملها ده كانوا يتحرون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في الأمور العادية بتاعته ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يذهب إلى بيت خالته ميمونة السيدة ميمونة زوجة النبي كانت خالة ابن عباس فكان ابن عباس هو صغير كان يتحرى الليلة التي يذهب فيها النبي عند خالته ميمونة يشوف سيد النبي يروح عن دي السيدة ميمونة إمتى يوم الثلاثة فيروح عن دخالة يوم الثلاثة يقعد عن دخالة يوم الثلاثة ليه قال يراقب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل في بيته كيف يأكل كيف يشرب كيف يناهم كيف يتكلم ليتأسى به صلى الله عليه وسلم فالصحابة كان عندهم يعني تأسي عجيب بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء كل حاجة يعملوها حتى لو كانت بسيطة يقول لك عشال النبي اللي عملها تعال احنا بقى اقلب الآية او اقلب الأمر بنسيب كل حاجة سنه لك يا عمي دي سنة اهم حاجة نعمل بس الفرائد اللي علينا تبدي سنة سنة ما قلت لك سنة مش مشكلة مش مهم المهمة نحن نعمل الفرائد فيعني لازم نحافظ على السنة قدر الامكان بعد ذلك الحديث التاسع والسلاسون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى تجاوز لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه الله سبحانه وتعالى تجاوز لامتي عن الخطأ مش الخطأ بذاته او مش النسيان زي ما قال في حديث اخر رفع عن امة الخطأ والنسيان وما استكره عليه قلنا في قواعد لضبط النص ولفهم النص زي ما قلنا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ما ينفعش نحملها على العموم كده أي وكل بدعة تخالف الشرعة ضلالة صح؟ قلنا فيه تقدير للألفاظ فكذلك هذا الحديث لا بد فيه من تقدير لما ستنا نقول رفع عن أمة الخطأ هل الأمة لا تخطئ؟ هل إحنا معصومين يعني؟ ولا إحنا نخطئ؟ هذا يصطدم مع الحديث طبعنا بقولك رفع عن أمة النسيان هل الأمة معصومة من النسيان؟ ولا إحنا بننسى عادي؟ بننسى عادي يبقى حلنا الإشكالية دي إيه؟ القواعد اللي إحنا بنتعلمها إن نحن نحط لفظ مقدر رفع عن أمتي إثم الخطأ إثم النسيان إثم ما استكره عليه فالإنسان لما ينسى يصلي الظهر ما صليتش الظهر إليه يا عم لها قولك نسيت هل هنا هيتحاسب على تركه الصلاة عمدا؟ لا دي ناسي ربنا رفع عنه الإثم فهنا قال إن الله تجاوز لأمتي عن إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكره عليه يعني إنسان إذا أكره على شيء ففعله فلا يأثم عليه إلا طبعا في بعض الاستثناءات هناك كده في علم الفقه الكلام فيها يطول من ضمنها الإكره على القتل تمام؟ واحد أكرها واحد قال له يتأتي الفلان يأتي لك فهل يجوز له القتل تحت الإكره؟ لا ليست نفسك أولى من نفس غيرك موت إنت وموت شهيد وإذا قتلته وأنت مكره تأسم لإن هنا تساوت الأنفس وما فيش نفس أفضل من نفس لكن اشرب الخمرة دي وإلا هأتي لك اشرب الخمرة دي وإلا هأطع ديك هنا لو شربت تحت هذا الإكره والتهديد لا ذنب عليك بس طبعا مع شروط في الإكره هناك كده في علم الفقه هناك فصلوا الموضوع ده شروط في المكره اللي هو أنا لازم تنطبق علي شروطه عشان أعمل الحاجة دي عشان يرتفع علي الإسم شروط في المكره الشخص اللي يكرهني ده لازم فيه شروط تمام؟ شروط في الإكره نفسه لو واحد قال لك اشرب الخمرة ولا هضربك ألمين تقول لا أنا هاشرب الخمرة عشان ده أكرهني لا اضرب ألمين وثلاثة ألمين وثلاثة مش يأثروا فيك ماشي؟ لكن استثنى بعض الفقه برضو حاجة تانية قال إلا إذا كان مثلا صاحب وجاهة أو إنسان له قدر عالي كبير جدا عند الناس فضربه الألم وكذا ينقص من قدري يعني قصة كده كبيرة في علم الفقه خلاصتها أن تحليل هذه الأحاديث تحتاج لقواعد والعلم يا ما شيخنا مش أخذ الأحاديث كده على ظاهره وخلاص وإلا ما استكريه علي بأعمل أي حاجة أنا مكره عليها وكده أقول لنا أنا كده مش مزنب ارتفع عني الزنب لا فيه شروط وضوابط ضبطت هذه الأمور الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ماشي وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ماشي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يعني الحديث يقول لك يعني لا تهتم بالدنيا لا تركا إلى الدنيا لا تتخذ الدنيا بيتا لك أو وطنا لك كن في الدنيا كأنك غريب أغلبكم يعني يأتي من بلاد أخرى إلى مصر ليتعلم تمام أنت الآن جاي مركز في حاجة واحدة أنك أنت تتعلم وتاخد شهادتك وترجع بلدك تاني فأنت هنا غريب طبعا كنت طبعا على رأسنا من فوق كلكم أصحاب بلد وأنتوا عارفين كده لكن تكلم في المعنى العام أنت تمثيرك في يوم من أن ترجع بلدك تمام فبالتالي اهتمامتك هنا مش كتير مش زينا مثلا يعني مثلا أصحاب البلد اهتمامنا أن إحنا هنا يكون عندنا شقة أو فيلا أو نبني بيت أو عندنا أرض وندخل ولادنا التعليم وكذا عندنا اهتمامتنا نحن عايشين في البلد لكن إنت اهتمامتك هنا مش زينا إنت اهتمامتك هنا عابرة أهم حاجة أنك أنت تتعلم وتمشي تمام ما عندكش أمل أنك أنت تعيش في البلد دي على طول فتكون فيها حياتك المستقبلية هذا معنى قال كن في الدنيا كأنك غريب أنت تمثيرك في يوم من أنها هتمشي من هنا وترجع بلدك إن شاء الله مش هتعيش هنا على طول إلا اللي عايز بقى يعيش يا شيخ غلام يعيش براحته على عيننا وعلى رصنا تمام فأنت تمثيرك هتمشي فكذلك في الدنيا أنت تمثيرك في الدنيا دي هتمشي أنت مش صاحب بيت أصلا أنت مش صاحب مكان في الدنيا في يوم من أنها هتسيبها وتمشي كأنك غريب أو عابر سبيل عابر سبيل يعني أنت مسافر في الطريب فجدت استريح هنا في البلد دي شوية وبعد يوم من ثلاثة هتمشي هل هتشغل نفسك بقى بالحاجات اللي احنا بنشغل نفسنا بيها عشان كده مثلا الغريب في بلد لا يشغل نفسه ببعض الأمور لا يشغل نفسه بالكلام مع الناس بيرضى الناس عنه أنت ولا تعرف أي حد هنا ولا يفرق معك أي حد يعني يفرق معك إن احنا نكون رضينا عنك ولا يفرق معك في نفس الوقت لا تدخل نفسك في بعض الخصومات والجدال مع بعض الناس أنت مش جاي عشان كده أنت هنا كده غريب وهتمشي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يعني باختصار لا تلتفت ملتفت لا يصل كما قال السادة الصوفية رضي الله تعالى عنهم يعني لو التفت إلى الأمور الدنيوية لن تصل إلى مبتغاك في الآخرة ماشي كل الأمور الدنيوية أو كل ما يتعلق بالدنيا لا تلتفت إليها كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يعني ده سيدنا عبد الله بن عمر بيحسنا وبيحضنا على الاستعداد للموت يعني خليك فكر في اللحظة التي أنت فيها إذا أصبحت ما تعدش تفكر بأنها أعمل بكرة إيه؟ إن مما يضيع على الناس أعمارهم وأوقاتهم واستمتاعهم بهذه الحياة هو تفكيرهم في المستقبل تمام؟ إنك أنت عايش النهاردة وعيل هم بكرة يا عم ممكن أن يأتي بكرة وربنا ياخدك وترتاح صح أو لا؟ في الحديث القدسي يا ابن آدم أنا لم أطالبك بعملي غد فلا تطالبني برزق غد يعني هو ربنا قال لك صلي بكرة الظهر النهاردة؟ يعني أنت لو صليت الظهر بتاع بكرة دلوقتي ينفع أو لا ما ينفعش ما ينفعش هل أنت مطالب بكده؟ مش مطالب لم أطالبك بعملي غد فلا تطالبني برزق غد سيب بكرة على ربنا فكر في اللحظة التي أنت فيها فتفكير الناس في المستقبل يشغلهم عن حاضرهم زي التفكير في الماضي الحزن على الماضي يضيع وظيفة الوقت الحاضر والمستقبل تقعد تفكر في اللي فات يا عم اللي فات مات خلاص كبر دماغك إنما تسير الدنيا بالتغافل تقعد تفكر من هنا حد العصر في حاجة تتغير في حاجة ترجع ما فيش تقعد تفكر من هنا لبكرة للي يحصل لك بكرة أو السنة اللي جاية هل حاجة تحصل ولا تعرف أي حاجة عشان كده أحد الصالحين لما سألوه عن الدنيا ما هي الدنيا؟ قال الدنيا وهي الآن وقت الدنيا هو الوقت اللي أنت عايش في دلوقتي قال لأن ما فات وقت معدوم خلاص اللي فات مات مش هيرجع تاني وما قد يأتي الله أعلم به مش عارف فعشان كده قال إذا أصبحت فلا تنتظر الصباح وإذا أمسيت فلا تنتظر المساء فلما سألوه سيدنا عمر قال الحتة دي إذا أصبحت فلا تنتظر الصباح فلا أنتظر المساء إذا أصبحت فلا أنتظر المساء وإذا أمسيت فلا أنتظر الصباح فافتكروا أن سيدنا عمر ده يعني عمل حاجة رائعة جدا ده يدهوبك عايش يوم بيومه تمام؟ ده بيعيش النهار ده الصبح بيفكر في الصبح ما بيفكرش بالليل ده إيمان صحيح ولا لا وحاجة عظم على العظم ولا لا لكن راحوا بقى للأعلى من سيدنا عمر اللي هو مين سيدنا أبو بكر فبيسألوا نفس السؤال إيه نظرتك للدنيا ما الدنيا من وجهة نظرك فسيدنا عمر قال له من الجملة إذا أصبحت فلا أنتظر المساء وإذا أمسيت فلا أنتظر الصباح فسيدنا بكر لما سألوه قال إنما هو نفس إذا خرج لأضمن أن يعود أنا لسه أستنى للصبح ولسه أستنى البلد هذا نفس ممكن يخرج ما يدخلش تاني هكذا كانت عامل الصحاب فالحاصل الحاصل ما تشغلش دماغك بالمستقبل المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى اشغل نفسك بالوظيفة اللي هي مطلوبة منك دلوقتي اللي أنت تحسب عليه لكن بكرة خليه لصاحب بكرة وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك استعد بقى يعني كلما تقول من أنت صحيح استغل صحتك في مرضات الله سبحانه وتعالى ومن حياتك استغل لها لما بعد موتك الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الكامل المطلوب مش هتكون مؤمن بحق ولا مؤمن بحق إلا إذا كان هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تخالف هديا النبي بسبب هواك شل حاجة اللي انت عايز هذه تعملها حتى لو كانت مخالفة للسنة حتى لو كانت مخالفة للقرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فانت لازم يكون هواك تابع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عرض عليك أمر ونفسك تهوى إلا أن فيه مخالفة للنبي فورا تتركه كذا بأنت فعلا إيمانك كامل لكن أنت عملت الحاجة دي عشان نفسك متعلقة بيه ونفسك تحصل يبقى أنت كده إيمانك مش كامل عشان كده قلنا قبل كده في الاستخارة لما تستخير ربنا سبحانه وتعالى أولا تستخير ربنا في كل شيء ولما تستخير ربنا تمشي وراء الاستخارة تمام؟ واللي ربنا يخيرك ليه تعمله وقلنا الاستخارة مش معناها رؤية في المنام الاستخارة معناها اطمئنان وميل قلبي إلى الشئ ده فربنا خيرك عملت استخارة أنك أنت تعمل الحاجة دي فربنا خيرك أو قذف في قلبك اطمئنان أنك أنت ما تعملش حاسس كده بحاجة أنك أنت لو عملت بس أنت كان نفسك تعمل الحاجة دي فتترك الاستخارة وتعمل باللي أنت عايزه هذه مخالفة صريحة لله سبحانه وتعالى ولرسوله وهذا ذنب يستوجب التوبة والاستغفار يا مشيخنا ماشي لأنك طلبت اختيار الله فاختار لك هذا الأمر وقذف في قلبك الحاجة دي بلاش فروحت عملتها فده معناه أنك قدمت هواك على الله ورسوله كما قال سيدنا موسى في مناجاته أو إحدى مناجاته لربه فأي خلقك أنت عليه ساخط قال من يستخيرني في الأمر فإذا قضيت له سخط قضائي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به في حديث آخر والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين ماشي فكل أنواع المحبة ربنا سيدنا نبي جماعها في هذا الحديث محبة الإجلال والاحترام والتعظيم اللي هي محبة الوالد النبي يكون مقدم عليها محبة الشفقة والرحمة محبة الأولاد النبي مقدم عليها بعد كده المحبة استحسان وكده من الناس برضو نبي يكون مقدم عليها الحديث الثاني والأربعون وده آخر حديث يا مشايخنا نختم به إن شاء الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يعني لو أن الإنسان تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى ودع الله ورجى الله سبحانه وتعالى غفر الله له على ما كان منه ولا يباهي مهما كانت الذنوب مهما كانت العيوب لكن الأمر يستدعي حسن ظن في الله سبحانه وتعالى وحسن توكل على الله سبحانه وتعالى وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة ربنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ابن عباس بيقول من آيس عباد الله من رحمة الله فقد جحد كتاب الله يعني إنسان جالك وعمل مصيبة كبيرة عمل كل المعاصي إياك أن تيأسه أو تقنطه من رحمة الله لأنك إنت لو عملت كده إبن أنت جحت يعني أنكرت الكتاب الكريم ربنا بنفسه بيقول لك لا تقنطوا من رحمة الله مهما فعلت بس يرجع بس ومالكش دعوة فأنت تروح مقنة الناس وميأس الناس يبقى أنت كده كأنك تكذب القرآن الكريم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك عنانا السماء عن السحاب يعني لو عندك ذنوب كده نحطها فوق بعضها الحد ما توصل للسحاب وبرضو استغفرت ربنا بنغفر لك كل ده ولا لي قيمة عند ربنا كل ده سهل على ربنا كل ده ما يصور على ربنا بس الأمر بس محتاج منك حسن توجه وقصد وتعلق بالله سبحانه وتعالى وصدق توبة واستغفر يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني بما يقارب الأرض بملء الأرض خطايا لو شوف الأرض دي وزنها دي لو جبت أدي وزن الأرض دي خطايا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أهم حاجة أنك أنت تسأل أو كلنا نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الإيمان والتوحيد وأن لا نموت على الشرك والكفر والعياذ بالله الأمر الآخر يكون عندنا حصن ظن في الله سبحانه وتعالى ومن يأسش من رحمة ربنا لأنه ده أحيانا بيكون من تلبيسات الشيطان على الإنسان من تلبيسات الشيطان على الإنسان قصة التئيس من رحمة ربنا زمان قلنا في المحاضرة الأولى الله سبحانه وتعالى يقول إيه إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم هذه الآيان بغي أن تفهم على المعنى الدقيق إنه يراكم يعني مش شايفك كده أو شايفك وانت ماشي وانت مش شايفه لا إنه يراكم يعني أنت كتاب مفتوح أو صفحة بيضة زي دي للشيطان هو شايف الإنسان من جوه ودرسه جوه إنه يراكم يرى نفوسكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فأنت كتاب مفتوح للشيطان صفحة بيضة فعارف إن فيه هنا بقعة سودة بقعة الكبر عارف إن عندك أنت نفسك بتميل الكبر فيغزي عندك النقطة دي تمام شايف عندك يأس وقنوط من رحمة ربنا فيأسك أكثر أنت لسه هتصلي أنت لسه هتزكتي وانت مش فاكر اللي عملته كذا وكذا وكذا فيبدأ يأسك من النقطة دي فلازم إنك أنت تغلق على الشيطان هذه الأبواب ماشي ما فيش يأس من رحمة ربنا ما فيش قنوط من رحمة ربنا ربنا بنفسك أولك ما تقنطش من رحمة ربنا فديجي الشيطان يلعب في دماغك وتقول هيغفر لي إزاي وانا اللي عملت كذا وكذا لا رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا وإياكم هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نختم بالصلاة على سيدنا النبي ثم الدعاء اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل وسلم تسليما كثيرا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتقضي بها حوائجنا وتؤسر بها أمورنا وترفع بها ترجمة نانسي قنقر